كيف مات الإمام البخاري تعرض الإمام البخاري لاضطهاد شديد في نهاية حياته من حكام المدن الإسلامية في شرق العالم الإسلامي وتحديدا في نيسابور بخارة سمرقند لأسباب كثيرة منها واحد رفضه تعليم أولادهم في قصورهم فكان يرفض الذهاب للسلاطين ويقول العلم يؤتى ولا يذهب به للأبواب اثنى حسد البعض من شهرته وسيرته وغيرها من الأسباب الأخرى لما بلغ الإمام البخاري ثانوستين سنة وصلته أوامر حاكم نيسابور أن يغادر المدينة وإنه غير مرغوب فيه فهاجر منها حتى وصل مسقط راسه بخارة فاستقبله الناس على أبواب المدينة ونثروا عليه الأموال والسكر لكن سرعان ما غضب من شهرته حاكم بخارة ووصلت كذلك رسائل من حاكم نيسابور بضرورة طرد الإمام من بخارة أيضا كما سبق وطرد من نيسابور فوصل مبعوث حاكم المدينة لبيت الإمام البخاري يطلب منه بشكل عاجل أن يترك المدينة وكانت الأوامر الآن يترك المدينة لدرجة أن الإمام لم يمهل أن يجمع كتبه ويرتبها فخرج من المدينة ومكث على مشارفها في خيمة له ثلاثة أيام يضبط كتبه ويرتبها ولا يعرف أين يذهب ثم تحرك الإمام البخاري ناحية مدينة سمرقند لكنه لم يدخل المدينة نفسها بل اتجه نحو قرية من قراها اسمها خارتنك ليحل ضيفا على أقاربه هناك بمرافقة إبراهيم بن معقل ولم يمر وقت طويل حتى وصل الحرس لأبواب البيت الذي نزل فيه الإمام وأوامرهم من حاكم سمرقند هذه المرة إن لابد أن يخرج الإمام البخاري من نواحي سمرقند وقراها وكانت هذه ليلة عيد الفطر لكن الأوامر أن يخرج الآن وليس بعد العيد فخشي الإمام أن يتسبب بأي ضرر لأقاربه الذين أكرموه فرتب له إبراهيم بن معقل الكتب فوق دابته الأولى وجهز الثانية ليركب عليها الإمام ثم عاد بن معقل للبيت وبدأ يخرج الإمام البخاري وهو يتحامل عليه وهما يمشيان باتجاه دابة الركوب وبعدما يقارب العشرين خطوة شعر الإمام البخاري بالتعب أكثر فأكثر فطلب من ابن معقل أن يمهله دقائق ليستريح جلس الإمام البخاري بجانب الطريق ثم نام وما هي إلا دقائق عندما أراد ابن معقل إن ييقظ الإمام وجده قد فاضت روحه إلى الله رحمه الله تعالى مات الإمام البخاري على جانب الطريق ليلة عيد الفطر يوم واحد شوال عام 266 هجرية وهو مطرود من مدينة وأخرى وثالثة وقد تجاوز عمره الـ 68 سنة محتسبا لله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله وليس منعما في القصور ولا الأموال ولا الجاه لا يعرف أحد من الناس اليوم أسماء حكام نيسابور وبخارة وسمر قند لكن الجميع يعرف الإمام البخاري رحم الله الإمام البخاري ورفع درجته في المهديين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر